يقول رجل له أولاد أخ يدخلون على زوجته وهي ليست من محاريمهم عندما يكون غائبا وأحيانا يحتاجهم للقيام ببعض الحاجات في البيت فهل عليه شيء علما بأنه أخذ من زوجته حليبا في كأس وسقاهم خمس مرات ليكونوا محرما لها فما حكم هذا العمل هذا عبث سقيهم اللبن هذا عبث ولا يحرمون الرضاع يكون في الحولين يكون في الحولين ولا ينفع مع الكبير إرضاعه هذه قصة حصلت في عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية عين خاصة بمن حصلت له لا عموم لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة ويقول إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام كان قبل الفطام فهذا أما كونهم يدخلون وهم جماعة أكثر من واحد فلا بأس لأن ما في خلوة أما واحد يدخل عليها وحده فهذا لا يجوز هذا خلوة قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت يعني أشد فلا يدخل عليها رجل واحد وهي وحدها في البيت هذه خلوة أما إذا كانوا جماعة أو كان البيت فيه نساء وجماعة أو أسرة أو عائلة فلا بس المهم أنه ما يكون فيه خلوة